في البداية هذه المبادرة التي أعلنت عنها أعلن عنها الرباعي واتحاد الشغل تحديداً هل ستستنسخ تجربة 2013 برأيك؟ توجه بسؤاله سيد طريق سعيدي مساء الخير تحية لك وضيفك ولكافة المشاهدين فيعتقاد المسألة ليست استنسخ للتجربة بل الظرفية الحالية تحتم أليات جديدة لأن كما نعلم المرة الفارطة عند إطلاق الحوار السابق لم تكن هناك مؤسسات مستقرة كل شيء كان في الانتقال والمؤسسات كانت محل محل شك ومحل خلاف في حذ ذاتها رغم أنها كانت معبر من معابر الخروج من الأزمة عندما صادقت على ربما المبادرة ولكن الجميع كان لا يثقوا في تلك المؤسسات اليوم ثم مؤسسة قائمة مؤسسة رئيس الجمهورية وبالتالي فإن الأمر من هذا الزاوية يختلف الأمر الثاني أنه الخلاف السياسي السابق قائم على قاعدة اغتيال شهدين وجريمة سياسية كان لابد من أن يتحمل القائمون بها مسؤوليتهم سواء العسكرية والسياسية والمدنية والسجنية وكل أنواع المسؤوليات الممكنة وبالتالي فإن غضب الشارع والمعارضة أنتجا ربما موازين قوى جديدة حملت المسؤولية للقايمين على الحكم في اغتيالات طالت الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الآن نحن أمام حالة أخرى هذه الحالة هي حالة أزمة صنعناها بأنفسنا صنعوها التوانسة عندما أعلوا الجانب السياسي والتجاذبات السياسية والصراعات والخلافات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أدى إلى نخبة تتناقش في السياسي معزولة على القضايا نخبة سياسية أقصد معزولة على القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل الواقع التونسي وبالتالي فإننا إذا أزمة صنعناها كما قلت صنعها التونسيون بأنفسهم أزمة معقدة مركبة كان من المنتظر أن ما صار 25 جوليا يحل هذه الأزمة ويفتح أفق جديد للأسف شديد بعد عام ونصف ما زال لغة السياسي تعلو على الاقتصادي والاجتماعي وهو ما خلق أزمة مركبة من مويزاتها انعدام ثقة كافة الفعالين في بعضهم ثانيا أزمة اقتصادية خانقة ثالثا أزمة اجتماعية وأصص المجتمع التونسي ربما في خطر وبالتالي فإن الإنقار هذه المرة أكثر إلحاحا وأكثر شدة وهو ما يستوجب مبادرة من نوع آخر تراعي فيه ما قلتو خاصة حالة الفرقة السياسية وحالة انعدام الحوار ما بين مختلف المكونات الاتحاد والمجتمع المدني سيقوم بدوره في هذا الاتجاه لأنه لا يمكن أن يصمت المجتمع التونسي المدني التونسي الذي كان قويا في مختلف مراحل البلاد سواء في مقاومة الدكتاتورية أو في مقاومة ربما بعد ذلك محاولات تغيير نمط المجتمع وهو من أدى بضرورة إلى حماية تونس الآن يريد أن يقول كلمته من أجل إنقاذ تونس من منزلق خطير قد يعصف بجميع المكتسبات وقد يذر جميع الأطراف دون استثناء سواء الذين في الحكم أو الذين في المعارضة وبالتالي فإن هذه المرحلة هي مرحلة خطيرة جدا تستوجب ربما أكثر حذر وأكثر دقة في وضع الأولويات والتوجهات العامة ترجمة نانسي قنقر